راديو الأهرام يقدم لؤمة على ما أسم مع شروق أعيد أهلاً وسهلاً بكم أعزائي مستمعي راديو الأهرام وحلقة جديدة وبرنامجكم لؤمة على ما أسم عدت رأس السنة الهجرية كل سنة والجميع بخير وبكرة إن شاء الله عشورة كل سنة وإنتوا طيبين وطبعاً بما أن مواسم المصريين معروفة كلها مرتبطة بالأكل هنعمل مع بعض العشورة وزي ما إحنا متعودين عايزين نعرف أصلها وفصلها وتعالوا مع بعض نعرف حكايتها الحقيقة عادت أدور على أصل وفصل العشورة كتير جداً مش معروف لحد دلوقتي مين أول ناس عملوا العشورة ولكن في أحد الروايات بيقال إن هم طبعاً طبعاً اللي هو مقتل الحسين بن العلي حفيد النبي عليه الصلاة والسلام في معركة كربلاء لذا هو بيكون يوم حزن وعزة عند الشيعة في إيران حصل في أحداث ترخية كتير جداً لكن دول أبرزهم يوم عشورة ده بيعتبر أجازة رسمية في بعض الدول زي إيران وباكستان ولبنان والبحرين والهند والعراق والجزائر وطبعاً زي ما احنا عارفين إن هو سيامه سنة عند أهل السنة والجماعة في رواية تانية بتقول إن كان الفاطميين طبعاً هم أول ناس عملوا طبق عشورة ولما جيه صلاح الدين حاب يغير كل الحاجات اللي عملها الفاطميين فأدخل مكونات جديدة على العشورة ولكن الرواية دي مش أكيدة طبعاً ولكن يعني اختلفت المسميات في كل الأماكن وفي كل البلاد ويفضل المكون أساسي الأمح واللبن والسكر في طبق العشورة وتعالوا مع بعض نعمل أحلى عشورة ونعرف مقدرها الحقيقة العشورة الليها طريقة تقليدية طريقة أمهاتنا وجدتنا وفي طريقة نوعاً ما جديدة أنا عاملاها مدخلة عليها بعض التعديلات أنا هقول لكم الطريقة الجديدة وبرضو هقول اللي حب يعمل بالطريقة القديمة إحنا بنحتاج نص كيلو من الأمح اللي هو أو فيه ناس بتسميه غلة البليلة أو الأمح بنحتاج نص كيلو النص كيلو بياخد كبايتين سكر بس طبعاً لو أنت حابة تزويدي دي حاجة ترجع لك أنت السكر طبعاً الزيادة أو النقصان دي حاجة اختيارية وهنحتاج كبايتين من الكريمة الباودر متدوبين في كبايتين لبن وهنحتاج أربع معالق نشا متدوبين في نص كباية لبن ورشة القرفة دي اختيارية جداً ولبادلها ما بتحبيش القرفة نحط فانيليا هنبدأ بقى بالشغل أولاً هنحط نص كيلو الأمح في حلق على النار وهنغطيه بالمية هنسيبه يغلي لمدة خمس بقايب لحد لما المية بتاعته يبقى لونها أصفر خالص بنقفل وبنصفي المية دي وبنشطفه ونحطه في مصفة ونغسل حلتنا ونرجح حلتنا تاني على النار نحط فيها الأمح بتاعنا ونكون محضرين مية سخنة ونغطيه بالمية السخنة هنسيبه يغلي على النار لمدة عشر دقايق وبعدين نقفل نقفل ونغطي ونسيبه طبعاً يستحسن نعمل الموضوع ده في يوم من الظهر لأنه لازم يتركن ليلة بحلها في التلاجة أنا بحب كده ممكن طبعاً تركنيه ساعتين تلاتة في المية السخنة بعد ما تقفلي وتشتغلي ودي الطريقة التقليدية بتاعت أمهاتنا أنا بقفل بعد عشر دقايق وبسيبه لحد لما يهدى خالص ودخله التلاجة يبات ليلة بطلعه تاني يوم من التلاجة أحطه على النار لو لقيته جامد والمية فيه قليلة بزود مية بسيط جداً سخنة وبفتح عليه نار لحد لما يبدأ يسخن ويفك وبنزل بكبيتين السكر بتوعي وأبدأ أقلب كويس قوي قوي لحد لما حسيت سخنت كل المكونات اللي معايا في الحلة ببدأ أحط النشا بتاعي وأقلب لحد لما القوام يبدأ ياخد سماكة هنا بقدر أحط القرفة لو أنت هتزودي قرفة لو أنت مش هتزودي قرفة بتحطي الفانيليا بعد لما بتقفلين نار بنكون محضرين الكريمة بتاعتنا ضربين كوبايتين كريمة باودر مع كوبايتين لبن وبنكون محضرينهم في التلاجة بعد ما بنقفل على العشورة بتاعتنا بنسيبها في مكان تتهوى لمدة يعني من 5 ل 7 دقايق ممكن 10 دقايق مع التقليب المستمر عشان ما تجمتش لأن احنا طبعا حطينا النشا وبننزل بكوبايتين الكريم شانتي بتاعنا وبنقلب كويس قوي وكده بتبقى العشورة بتاعتنا جاهزة تتقدم تتصب في كسات أو تتصب في طباق وتتلج وتتقدم تتقدم بالمكسرات تتقدم بالايس كريم تتقدم بالطريقة اللي تفضليها وتحبيها تتقدم سادة المهم إنها العشورة بتاعتنا اللذيذة وأحلى عشورة وكل سنة وانتوا طيبين ويلا مع بعض نشوف الطريقة التقليدية بالنسبة للطريقة التقليدية اللي هي طول عمرنا بنكلها من أمهاتنا احنا برضو بنفس الطريقة هنحط ميا للأمح هيغلي خمس دقايق هنرمي الميا الصفرة بتاعته وهنرجعه تاني الحلة ونحط عليه مياه سخنة يغلي لمدة ربع ساعة ونقفل عليه النار ونسيبه في السخونة من ساعتين لتلاتة في الحلة برا بعد كده بيكون برت خالص وبيكون نفخ وتنفخ في المياه وده دليل ان هو استوى بناخد نص الكمية نحطها في الخلاط ونتحنها كويس جدا ونرجعها الحلة ونقلب كويس قوي ونفكك اللي احنا ضربناهم مع الخليط اللي كنا عاملينه التاني وننزل عليهم بالسكر بتاعنا ونقلب لحد لما تتجانس كل المكونات وتفك معانا بعد كده بننزل عليهم بلتر من اللبن ونفضل نقلب كويس قوي ونكون محضرين اربع معالق كبار نشا خلوا بالكو اللي عايز يثبت النشا كل كباية لبن بتاخد معلقة كبيرة نشا فهناخد اربع معالق نشا في نص كباية مياه او لبن اللي تفضليه وبننزلهم على الخليط بتاعنا بعد ما حطينا اللبن وسخن وبنفضل نقلب لحد لما القوام يدخن لو انت حابة تحطي طعم الكريمي بعد ما بنقفل بنحط الفانيليا بتاعتنا هتحطي ارفعي قبل ما تقفلي وتقلبي تقليبة بسيطة لو انت حابة تحطي تدي طعم الكريمي ممكن تحطي معلقتين اتنين كريم شانتي باودر او معلقتين اشطة وبتقلبي وبتصبي في الكاسات او بتصبي في طباقك وكده بتبقى جاهزة الفرق ان العشورة الاولانية انا بحبها حب مش بحبها يبقى فيها جزء مطحون وعملتها ميلي بالكريم شانتي الطريقة التانية احنا تحنا النص وعملناها باللبن معاكي طريقتين طريقة اللي تحبيهم فيها تقدري تنفزيها وتعمليها المهم ان انت تعمليها وتعيشي وتعمليهم وكل سنة وانتو طيبين وبصحة وسلامة ودايما يا رب كل مناسبتنا خير وسعادة وفرح اتمنى ان تكون وصفة العشورة عجبتكم النهاردة واستنونا في الاسابيع اللي جاية هتكون متميزة جدا وحلقات عن اكل المدارس واللانش بوكس كنت معاكم شروق عياد ولقمة على مقصم لقمة على مقصم مع شروق عياد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة